حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن شيخ سماه عن عيم بن النحام قال سمعت مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة باردة وأنا في لحاف فتمنيت أن يقول صلوا في رحالكم فلما بلغ حي على الفلاح قال صلوا في رحالكم ثم سألت عنها فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره بذلك حدثنا علي بن عياش حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن يحيى بن حبانة عن عيم بن النحام قال نودي بالصبح في يومين بارد وأنا في مرط امرأتي فقلت ليت المنادي قال من قعد فلا حرج عليه فناد منادي النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أذانه ومن قعد فلا حرج عليه